أعلنت وزارة الصحة اليوم في نشرتها الأخبارية الخاصة بكوفيد-19 أعلنت وزارة الصحة اليوم 16 نومبر في نشرتها الخاصة بكوفيد-19 عن تسجيل 3.012 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي هو 296.189 حالة أما بالنسبة للوفيات فقد سجلت المملكة 71 حالة وفاة اليوم ليصبح العدد الإجمالي هو 4.850 حالة والمتعافون سجلت المملكة 4761 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للحالات هو 243.359 حالة أما الحالات النشطة فوصل العدد فيها إلى 47.680 حالة ووزعت هذه الحالات بين الوفيات والحالات الجديدة سجلت جهة الرباط سلة القنيطرة 13 حالة وفاة 865 حالة جديدة القنيطرة 2 وفيات 314 حالة جديدة صخيرة تمارا 2 وفيات 221 حالة جديدة سلة 4 وفيات 124 حالة جديدة الرباط 3 وفيات 121 حالة جديدة سيدي قاسم 63 حالة جديدة الخميسات حالة وفاة وسيدي سليمان حالة وفاة 1 الخميسات 30 حالة جديدة سيدي سليمان 2 حالة جديدة أما جهات الدار البيضاء استاطي فقط جاءت في المرتبة الثانية بـ 630 حالة جديدة و19 حالة وفات دار البيضاء 18 حالة وفات و560 حالة جديدة نواسر 26 حالة جديدة المحمدية 18 حالة جديدة جديدة 7 حالة جديدة بن سليمان 6 حالة جديدة سطات حالة وفات و6 حالة جديدة مديونة 4 حالة جديدة وبرشيد 3 حالة جديدة أما جهة الشرق فسجلت 8 وفيات و366 حالة جديدة وجد أنقاد 3 وفيات 81 حالة جديدة بركان 5 وفايا 70 حالة جديدة جرادة 51 حالة جديدة دريوش 48 حالة جديدة تورير 47 حالة جديدة نادور 40 حالة جديدة قرسيف 29 حالة جديدة جهة السوس ماستة 3 وفايات و342 حالة جديدة اقادير 128 حالة جديدة دون اي حالة وفاة إنزقان 8 ملول 97 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة ترودانت حالة وفاة واحدة و 68 حالة جديدة الشوكا 8 باها 25 حالة جديدة وطاطا 24 حالة جديدة مع حالة وفاة واحدة جهة طانجة تطوال حسيمة 7 وفيات و 303 حالة جديدة تطوان حالة 2 وفاة 99 حالة جديدة طانجة أصلة حالة وفاة واحدة 79 حالة جديدة لما ضيق الفنيدق حالة وفاة واحدة 55 حالة جديدة شفشاون حالة وفاة واحدة وسبعة وثلاثون حالة جديدة أما الحسيمة فاثنان حالة وفاة واحد وعشرين حالة جديدة وزن 11 حالة جديدة والفحص أنجرة حالة جديدة واحدة جهة مراكوش آسفي سجلت 174 حالة جديدة مع ستة وفايات مراكوش خمس وفايات وثمانية وتسعين حالة جديدة سوارة 30 حالة جديدة قلعة السراغنة 19 حالة جديدة وحالة وفاة شيشاوات 12 حالة جديدة بوسيفي spheres 7 حالات جديدة رحامنا 6 حالة جديدة أسفي حالة واحدة جديدة والحوز حالة واحدة جديدة أما جيهة فاس مكنس فاس سجلت 153 حالة جديدة مع 8 وفايات 41 حالة جديدة فاس 31 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة 24 حالة جديدة وتونات اثنان وفيات وتسعتاش الحالة جديدة بولمان خمسة عشر حالة جديدة مكناس تلتاش الحالة جديدة واثنان وفيات إفران عشر حالات جديدة أما الحاجب فسجل تلات حالات وفيات دون أي حالة جديدة جهة بني ملال خنيفرا أربع وفيات وستو سبعين حالة جديدة بني ملال واحد وثلاثين حالة جديدة خريبقا تلات وعشرين حالة جديدة وأربع وفيات أزيلال أربعة عشر حالة جديدة وخنيفرا ثمان حالات جديدة جهة ضرعة سفيللت سجلت حالة وفاة واحدة بالراشدية و 62 حالة قصيمت بينميدلت 24 حالة جديدة الراشدية 21 حالة جديدة ورزلت 7 حالات جديدة 2 غير 6 حالات جديدة وزاقورة 4 حالات جديدة جهة الدخلة ودي الدهب سجلت 28 حالة جديدة جهة قلميم وادنون 3 حالات جديدة جهة العيون ساقية الحمراء 2 حالات وفاة دون تسجيل أي حالة جديدة